تحركات ومحادثات فلسطينية إسرائيلية سرية يجريها كبار مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لتهديئة التوتر المتصاعد في الضفة الغربية بحسب تقرير نشره موقع أكسيوس فإن هذه المحادثات السرية انطلقت منذ شهرين وتعد من بين أولى الأدلة على المشاركة المباشرة رفعت المستوى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي ركزت على الجهود المبذولة لتهديئة الوضع في الضفة الغربية حيث يتصاعد التوتر منذ عدة أشهر وأيضا العمل على تسوية التفاهمات التي أدت إلى تعليق التصويت في مجلس الأمن الدولي ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحفاظ أيضا على خط الاتصال بين القادة من أجل حل المشاكل على أرض الواقع وفق موقع أكسيوس الذي أشار إلى أنه من غير الواضح إذا كان جميع قادة الأحزاب في ائتلاف نيتنياهو وبعضهم من أقصى اليمين على علم بالمحادثات ومحتواها الرئيسية ونقلا عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي كشف موقع أكسيوس بأن الفلسطينيين طالبوا إسرائيل بوقف التوغل في المدن الفلسطينية وبأن إسرائيل أوضحت أنها لا تريد إرسال الجيش إلى مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر